بسم الله الرحمن الرحيم السباح الخير عليكم إن شاء الله في الفيديو هذه نلقاكم بخير وعلى خير قبل أن نبدأ الفيديو السلام على سيدنا محمد الفيديو اليوم نشوف الطن سوس طوماتي نضيره بالطوماتيش السوس طوماتيش يجب بنينا و سهلا و تاني نريكم كيف يقولون لزاستوس عندي هنا مرسوات طن السمك الطن و قد يتشري 30 ألف 40 ألف لا يجب أن يتشري بالكيلو ملاحة بروفيتية لذلك يقول لك لا نقصر الطن سوف يفقد الدم أو الفيتامين نريكم هذه تخطيط الطن تفرغي عليه الماء يكون بارد و نضيف عليه مغرفة الخب بريفيرانش نحيق الدم ذلك الذي يحب على كل شيء هذا لا تظهر لذلك التفرغيت لا يجب أن تحتاج لكي تحتاج لكي تحتاج و لا يجب أن يحب رأيك لكي ترغيت الزوس ملاحة هذه تدبيرها برق منزلية وعندما أريد أن تقطعها سأجعل المرسوهات لذلك يجب أن يكون الفوائد لا يجب أن نقلها هذه طريقة أحسن طريقة نضيف الفور ثلاث مغارف زيت نباتي نضيف الزيت نباتي لذلك يمكن أن نقوم بخير لذلك لا يجب أن نقوم بخير ونقوم بخير بخير موجودة القارس الأخضر لذلك يجب أن نقوم بالقارس نضيف عسرها نقوم بخير نقوم بخير ونقوم بخير نزيد عليها شوية عرق سبر و شوية بتاع المعدلوس نخلط برق بيدي حاجة سهلة يعني ماشي حاجة كمبليكي ما تحبش تلبسي علي لك نبدأ ندير لطن حدك يتشرب لصوص هذي ولحبيتي تديري لما غينات هذي في الليل الغدواء والزوج سوية أربع ساعة سيت لبنات مش نديركم فلفل عكري فلفل أحمر اللي يحبك ما يحبش يخلي عكدك ندير له فلفل عكري بشجي لكولور متاع وشبا كيف كيف ماشي لكولور غاديك نقلبوها ويتشرب مليح أنا شعرت الفور الداعي لذلك لا أحبتش نقليه لكي يبقى الفوائد شعرت الفور الداعي الفوق والتحت لذلك الفور الداعي يعني كهربائي لذلك ندير الفور ما يتوالش من باربع ساعة مدرت لهشني الورق الفوق من ورق الأليمنيو من ورق الطعب أهنا نروح نرفقه بالصوص طماط كيف نضيبها حاجة سهلة كيف كيف خطيط طواد بالنسبة لي يحبه على كل حال ميه هكذا باش يبقى الفيتامين نكمل نرابي التوم اللي بقالي مغروف كبيرة طماطم المصطرة ورقات على الرند خاطر رند يمشي ملاح مع الحوت نقليه بالطوماتيش هاتيك ملاح بالزيت زيتون باش يتخللها ملاح زيت زيتون تكون النار متوسطة لطوقت لكم اللي التوم تعيه هيتب في الفول اربع ساعتين رقيت عليها زيت زيت طماطيش نقلي كلش نقليتها لمدة خمس دقايق نزيد عليها الملح لا تنسوش بليك للطوم هذا كدرنالو الملح ندير نفس التوابل ندير عليه لكمون ما ندير شنيف الفل اسود نين خطر ضيجا الطوم أصلا أبني ندير شوية عكري لكم التوابل اللي تحبوه هم اساسا هدو هما الدوابل ندير عليه الكاس داع الماء الماء هاتيك يكون يغليم نحرك الطوماتيش انتاعي لياه ندير نديرها بمدة 10 دقايق وليس بدأت تطرب الحوت الداعي تخيط خبيان ماشي تحرق لها دوابل لاصوس الداعي تاني شوفوا كيف يشتابط تجل تخيط خبيان شوفوا كيف يشتوني خاطره نجيب للطوم هاتيك ونحطوه الفلط منطيبوش بخطر خلاص طعب نحطو برق لتشرب لاصوس هاتيك دونك نحط الحوت هاتيك شوفوا كيف يشتوني يعني قلينا هالوقت طيبة في الفلط ونزيد عليها شوية القصبر والمعدنس ونوريه لكم بصاح نطيبوش ساقيت لكم هنا لطوم هاتيك شوفوا كيف يشتوني تاني واقف لاصوس هاتيك شوفوا كيف يشتوني خفرة ولكم طبق صيفي احسن طريقة لطيبة فيها لطوم انتحك هاوليه كيف يشتوني طونك ندير عليه شوية تعلم عدن وصغ لفا بركة هكتون للتزهين ونقطع لكم شوية باش تشوفوه يعني كيف يشتوني طايب وحك مروحو تخيط خمية نقطع لكم عنها شوية باش لقلكم اراوها وحب البنة وحدها قلت لكم الطون وقته دوكا يقدر يعني واحد ما لازمش يعني يقدر يشرب ماشي بكمية كبيرة وقل يدير ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ احسن طريقة ترفقه بالطون داعك حبيتي الروز انا رفقته مع السلطة الخاصة درت عليها توماتيش خيار ولبصل نص حبة القارص ثلاث مغارف تاع سيت سنتون شوية داع الملح نخلط كلش نخلط الى صلاة الداعي باش تشرب بلاسوساتك يبرد شوية الحوث الداعي ونوريكم الزوج الاطباق هذي ارواع اطباق ليقدروا حديث لهم خرجته نيار البرق كاين الالفان شوفوا البنات تروعة على بلكم اعجب لهم مليح للطن الولاد سوتوكي تنفقه مع هكذاك لا صلاة خضراء ارواع ان شاء الله بارك تعجبكم الوصفة هذه ما علينا لكلكم الى الى الفاشن الفيديو لما تنتج حاجة تبقوا لي في كوموتا السلام عليكم